ما هي مخاطر الضرب على المؤخرة لمعاقبة الأطفال؟ في بحث قائم على التحليل الجمعي، توصل الباحثون من جامعتين تيكساس، أوستين وميشيغان الأمريكيتين إلى أن ضرب الأطفال، الضرب على المؤخرة من شأنه أن يزيد من احتمالية مقاومة الأطفال لوالدهم. إضافة إلى اقتران، هذه المقاومة بتزايد نسبة العدوانية والسلوكيات المعادية للمجتمع مع الضربات صحية عقلية وصعوبات إدراكية حسب ما تفيد به نتائج البحث التي امتدت لخمسون عاما من الأبحاث في هذا المجال. وكانت الدراسة المنشرة في دورية علم النفس العائلي Journal of Family Psychology قد تفحصت أبحاثا امتدت لخمسة عقود ماضية واجتملت هذه الأبحاث على عينة من مائة وستون ألف طفل. ووصف الباحثون الدراسة بكونها أكثر التحاليل شمولية في مجال تأريخ العواقب المترتبة على هذا النوع من الضرب. كما أنها الأكثر تحديدا لتأثيرات هذا النوع من الضرب لوحده مقارنة بنتائج الأوراق البحثية السابقة والتي تضمنت أنواع أخرى من العقاب الجسدي ضمن التحاليل التي استنادت إليها. توضح الباحثة إليزابيت غيرشوف هذا الضرب بقولها. تركز التحاليل التي أجريناها على مفهوم الضرب الذي يعتبره الأمريكيون ضربا على المؤخرة وليس أنواع أخرى محتملة من السلوكيات المهينة. ويعرف هذا النوع من الضرب بأنه استخدام الأيدي لضرب المؤخرة أو أطراف الجسم وأضافت. وتوصلنا إلى أن هذا الضرب يصاحبه نتائج ضارة غير التي يقصد الألباء تحقيقها وليس لمزيد من الطاعة بشكل فوري أو على المدى البعيد. وهي النتيجة التي يرمون الوصول إليها عند تأذيب أطفالهم. حيث يقترن هذا الضرب بشكل كبير بما مجموعه 13 من 17 من النتائج الضارة التي تم بحثها. والنتيجة التي خرجت بها هذه الدراسة هي أن هذا الضرب يزيد من احتمالية تحقق عواقب متنوعة غير مرغوبة لدى الأطفال. ولذلك فهو يؤدي لخلاف ما يريد الوالدين فعله عادة. حيث درس الباحثون بعضا من تأثيرات بعيدة الأمد بين البالغين ممن تعرضوا لهذا النوع من الضرب عندما كانوا أطفالا. فكلما تعرضوا للضرب أكثر كلما زادت احتمالية إظهارهم لسلوك معادن للمجتمع أكثر. إضافة لمعاناتهم من الضربات صحية عقلية كما ترتفع احتمالي تأييدهم للعقاب الجسدي تجاه أطفالهم. وهي تأثيرات تصلط الضوء على واحدة من الطرق الرئيسية التي يتم بموجبها تمرير هذه التوجهات نحو العقاب الجسدي من جيل لآخر. تفحص الباحثون كذلك مجموعة واسعة من الدراسات لاحظوا وجود ارتباط بين هذا النوع من الضرب والعواقب السلبية بشكل متناسق وفي كافة أنماط الدراسات. بما فيها الدراسات التي فيها استخدام أفضل الطرق البحثية كالطريقة الطولية والتصاميم التجريبية. وتبقى لتقرير من منظمة اليونسيف لسنة 2014 فإنما نسبته 80% من الآباء حول العالم يضربون أولادهم بهذه الطريقة. وتشير جيرشوف إلى تباتي هذه النسبة رغم عدم وجود دليل واضح على الآذار الإيجابية لهذا النوع من الضرب على أرض الواقع. بينما يتعظم الدليل على العكس أي أن الضرب يعزز من الضرر الذي يلحق بسلوك الأطفال وتطورهم. فكلا الأمرين الضرب على المؤخرة أو الإساءة الجسدية يرتبطان بذات الشدة والعواقب الوخيمة على الأطفال. فنحن وبصفتنا مجتمعا ننظر إلى الضرب بهذه الطريقة والإساءة الجسدية كسلوكيات مميزة. رغم أن أبحاثنا تظهر وجود علاقة بين هذا الضرب والعواقب السلبية على الطفل كما هو الحال بالنسبة للإساءة الجسدية وإن كان بدرجة أقل. وفي هذا السياق تشير جيرشوف إلى أن نتائج الدراسة تتطابق مع التقرير الصادر حديثا من مراكز مراقبة ومنع الأمراض. والذي دعا للمشاركة العامة والحملات التعليمية والواسائل التشريعية للحد من العقاب الجسدي المتضمن الضرب على المؤخرة. حيث قالت جيرشوف نأمل في أن تساعد دراستنا على تثقيف الآباء حول الأضرار المحتملة لهذا الضرب وكذلك لحفهم على تجربة أنواع غير عقابية من التأديد. ترجمة نانسي قنقر